انعقاد الجولة الثانية من المحادثات التركية المصرية هذه المرة في العاصمة التركية أنقرة هو بحد ذاته تقدم في العلاقات بين الجانبين وإن كان هذا التقدم يسير ببطء بسبب صعوبة الملفات حسب متابعين انعقاد هذه الجولة الجديدة من المباحثات في أنقرة هي إشارة إيجابية لتطبيع العلاقات التركية المصرية في المرحلة المقبلة ولكن تبقى هناك بعض الملفات الشائكة وأبرزها الملف الليبي خاصة أن الانتخابات الليبية تقترب في ديسمبر المقبل سوف نشهد جولات جديدة ولكن لن يكون هناك اختراقا كبيرا في الملفات الشائكة ما بين البلدين ولكن انعقادها للمرة الثانية هي مهمة للغاية وهي توسع نقاط التفاهم وحرصت جانب الرسمي التركي طوال مدة انعقاد هذه الجولة التي استمرت ليومين على التعتيم الكامل عن تفاصيلها وكان الحديث بالعموميات فيما تسعى أنقرة لوضع خطة طريق بين البلدين العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ذات اهتمام مشتركية التي تم بحثها بهذه المحادثات وتسعى أنقرة لتبادل تعيين السفراء بين البلدين والوصول للحديث عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط المعارضة التركية ترى في المحادثات بين أنقرة والقاهرة تطورا إيجابيا بين دولتين محوريتين بالمنطقة وأنها تؤكد وجهة نظر المعارضة من السياسة الخارجية الرسمية في وقت تطرح فيه تصورها الخاص نسعى لإنشاء منظمة الشرق الأوسط للسلام والتعاون والتي ستشمل كل الدول الرئيسية في المنطقة لتعزيز التعاون الكامل بينها في مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها الإرهاب وللاتعاد عن الخلافات والتوتر والتدخل في شؤون الداخلية وتكريس احترام سيادة الدول وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين إضافة للخطوات العملية على الأرض من الطرفين والتي ستكون بناء على هذه المحادثات ونتائجها على مصبحات الغد إسطنبول